قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الولدي بن الوليدي أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني فإنه لا يضر بالحري أن لا يقربك حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الولدي بن الوليدي أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني فإنه لا يضرك وبالحري أن لا يقربك